الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين وبعده فأسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم نعمة القبول ومن ثم فالدعاء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه قيمة قرآنية قيمة لأن الدعاء هو المظهر القول والعمل الذي يبرهن على صحة التوحيد وعمق اليقين في الله وأن العبد الفاقه لدينه الفاقه للدعاء يبرهن بدعائه على أن له ربا يسمع دعاه ويستجيب نداه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإذا كنا نعيش في شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام فكل نفس نتنفسه وكل حركة نتحركها وكل فعل من أفعال الطاعة نؤديه إنما يجب أن يصب في طريق النجاة في نهر الدعاء ولذلك قالت الآية القرآنية بعدما بيّن الله حكمة تشريع الصوم وفريضته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آية آية محورية لفقه الدعاء تبين أن الدعاء ليس بين العبد وبين من يدعوه وسطه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لا توجد واسطة بين العبد وربه وكل ما في الأمر أن الله تبارك وتعالى يباهي بالعبد الداعي له ملائكة ويقول لهم علم عبدي بأن له ربا ربا يدعوه وإلها يرجوه لكن الدعاء إذا ما أراد العبد أن يحقق الله له ما يريد كان لزاما على العبد أن يلزم فقه الدعاء وفقه الدعاء في الآية إن بنى على أمرين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الاستجابة إلى الله تدور في فلك تلبية نداة حي على حي على الصلاة حي على الزكاة حي على بر الوالدين حي على إتقال الأعمال حي على عمران البلدان حي على منفعة العباد عيال الله في الأرض فإذا ما قال العبد بلسان الحالي والمقال وحركة الأبدان لبيك اللهم لبيك كان هذا عنوان الاستجابة فليستجيبوا لي ثم اليقين في الله عز وجل اليقين في أن الله لن يرد دعوتك وأن الله تعالى لن يعيد يديك صفرين وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكأن طريق الرشاد والعزم على طريق الصواب معالمه حسن استجابة لله في أمره والامتناع عن نواهيه ثم اليقين في الله عز وجل ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولذلك العلماء تحدثوا عن عن قيمة الدعاء في القرآن فقالوا الدعاء هو الطلب وهو أمر من الأدنى إلى الأعلى على سبيل الدعاء لأن الأدنى إذا أمر الأعلى لا يسمى طلبا وإنما يسمى دعاء يسمى رجاء أما إذا كان الأمر من الأعلى الله الأعلى إلى العبد يسمى أمر ويسمى تكليف فالعبد يدعو مولاه والعبد والمملوك يدعو مالك والعابد يدعو من يرجوه لذلك قالوا الدعاء هو الطلب لكن الآية القرآنية في قوله تعالى فليستجيب لي بيّنت حكمة قرآنية دقيقة والعلماء وضعوها في قول بالحكمي قالوا خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك هذه الحكمة تبين بأن الله يعلم سرك يعلم علانيتك هو أعلم بكم وكان من منهج فقه الدعاء على لسان نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول علمه بحالي يغنيني عن سؤالي إذن ما قضيتك يا نبي الله قضيتي أن أعلن استجابتي لأمر الله وأبلغ دعوة الله جل وعلا فهذا مقام وقيمة فخير ما تطلبه من الله أن تحقق ما طلبه الله منك لأنك إن حققت أمر الله فيما أمر أعطاك الله ما تريد وإن لم تطلب منه باللسان باللسان اللفظ ويكفي أن قلبك يرجوه وفؤادك يؤمن بأن الله مطلع عليك ويسمعك ولكن علماءنا قالوا مع ذلك الله تعالى أمرنا بأن ندعوه بالأفعال أي حسن الاستجابة لأوامره وبالألفاظ وأفضل اللفظ الذي ندعو الله به في القرآن أن نذكره بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفله الأسماء الحسنى أن تدعو الله باسمه الذي يعالج قضيتك يعالج حالك فإن كنت ذا فقر فقل يا رزاق وإن كنت ذا فاقة فقل يا شافي وإن كنت صاحب ضر وابتلاء فقل يا مفرج الكرب فالله عز وجل يحب أن تدعوه بأسمائه كما قال القرآن الكريم فكلما أكثرت من ذكر أسماء الله وصفاته كلما أفاض الله عليك من أنوارها ومنحك معونته وأمداده في ضوء قوله إياك نعبد حسن استجابة وإياك نستعين بالدعاء اللفظي ولذلك قالوا هناك علامة على قبول الله للدعاء أول علامة أن الله متى أطلق لسانك بالطلب فقلت يا رب كن على يقين أنه سيحقق ما تريد فهذه الحكمة تقول متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يؤطيك أما إذا لم يريد أن يؤطيك سيحرمك الدعاء له سيحرمك الدعاء له ولا حول ولا قتئ إلا بالله وكثير من الناس يلبس عليهم الشيطان ندعو كثيرا فلم يستجب لنا أبدا لا ييئسنك في الوعد عدم وقوع الموعود فإن الله تعالى يحقق لك ما تريد في الوقت الذي يريد لا فيما تريد فيما يختار لا فيما تختار وكل شيء عنده بمقدار القرآن الكريم علمنا هذا أن نسلم أمرنا له وأن ندعوه عباده ونحقق توحيده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أسألك اللهم أن ترزقنا نور معرفتك وحسن الدعاء لك وحسن الثناء عليك وفقها الدعاء لك ونسألك يا ربنا توبة النصوحة لا نضل بعدها أبدا آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين